قدر الأبطال مساء الخير أهلا وسهلا بكم حلقة خاصة بمباراة الأهلي ومودر تسميه فيوتور ماشي تسميه سبورت ماشي على كل الأحوال هنتكلم تحت شعار لا تهاون ولا تفريط قدر الأبطال أنهم يخودوا عشر مواجهات أخيرة في بطولة الدوري تحت شعار عدم التفريط في نقطة واحدة حسبيا أن الأهلي محتاج 27 بوند محتاج 9 انتصارات من العشر مباريات المتبقية بصرف النظر عن نتائج بيرميدز المنافس المباشر لنادي الأهلي 9 نقاط أو 9 مباريات ب27 نقطة كفيلة بحسب لقب البطولة ويبدأ المشوار النهاردة مع مودرن ونختمه أيضا مع مودرن قبل ما نتابع مع حضراتكم يمكن تشوفتوا في بداية حلقة السادسة النهاردة لقطات من داخل مقر إقامة الفريق وهنتكلم بالتفصيل عن قصة مودرن وهنتكلم على سيناريوهات المباراة لكن حقيقة خلييني أبدأ الحلقة النهاردة بفكرة الاسباجاتي عارفين حضراتكم حالة العك قد تظن يعني إن ما يحدث على ساحة كرة القدم المصرية النهاردة ممكن تسميه أو تحط له شعار أو عنوان حالة العك لكن حالة العك الحقيقية انتظرها بجد الموسم اللي جاي موسم التلاحن فيه أصبح أمر واقع مفروض على الجميع شاء من شاء وأبى من أبى وبصرف النظر عن قصة من يتولى المسؤولية وإحنا عارفين طبعا إن فيه انتخابات لمجلس دورة اتحاد الكرة بعد انتهاء دورة الععابة الأوليمبية القصة هنا الحقيقة قصة متكررة وللأسف أصبحت هي العرف السائد في كرة المصرية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى لجان كانت أو اتحادات أو مجالس إدارة منتخبة بتدير شؤون لعبة كرة القدم في مصر مين اللي يحكم ومين اللي يربط ومين اللي يحدد ومين اللي يحاسب دي كلها سئلة أنا ما عنديش عندها عليها إجابات للأسف النهاردة بتتكلم على واسأل نفسك وشوف وقارن القصة اللي أنا هقولها لك دلوقتي أو السيناريو اللي أنا هحكيه لك دلوقتي حصل كام مرة وتكرر مع كام جهة على مدار السنوات الأخيرة مجالس إدارات تتولى المسئولية في فترة ما وبنية بحسن نية أو بسوء نية عن علم أو عن جهل بتتسبب في موروثات من المشاكل يتحملها القادمين من بعدهم في تولي المسئولية احنا النهاردة بنتكلم عن موسم لم ينتهي بعد بنتكلم على مشوار دوري مش بكلاك على مشوار الأهلي أكاك على مشوار البطولة بكلمك على مشوار البطولة أهلي بيدفع تمن صعب نتيجة مشاركاته في عدد من البطولات ولكنه ليس سبب لا من قريب ولا من بعيد في امتداد عمر بسبقة بطولة الدوري ولا بطولة الكاس صحيح الأهلي وأكتر الأندية لعبا من حيث العدد يعني للمباريات لكنه أبدا مشاركاته لم تكن سببا في امتداد الموسم لنهاية شهر 9 أو لنهاية شهر تمانية بداية شهر تسعة تكلم على مشكلة انتقالات ماشي تكلم على مشكلة قيد محلي وقيد إفريقي ماشي تكلم على مشكلة تلاحة ومواسم برضو ماشي تكلم على مشكلة انتقالات بيع وشراء لعبين برضو ماشي هل تعتقد أن المشاكل دي في طريقة للحل حتى ولو تغيرت الإدارة الحالية أشك هل تعتقد أن الكرة في مصر أو منظومة الكرة في مصر مش هتدفع تمان ده في الموسم القادم أكيد هتدفع والتمن للأسف شديد جدا هيكون غالي على حساب الأندية وعلى حساب اللاعبين وعلى حساب المنتخب المصري وعلى حساب الأجهزة الفنية مودن سبورت أو مودن فيوتشر ده واحد من الحاجات العجيبة اللي مش ممكن تشوفها بتحصل في العالم كله غير في مصر إزاي نادي ممكن يكون بيبدأ الموسم تحت مسمة وتحت شعار وتحت إسم وينهي الموسم تحت مسمة مختلف وشعار مختلف وإسم مختلف بشكل تاني هنحاول نروح مع حضراتكم لكل التفاصيل وأعتقد أنها واحدة من مواجهات الصعبة وإن كانت كل مواجهات الأهلي صعبة أنا بشوف أنه تختلف درجات صعوبة طبعا أنت عندك مباراة مودن ثم إن شاء الله الألمنيوم في الكاس بطولة الكاس اللي هتبدأ من العجب العجاب الحقيقة يعني برضو أنا الحقيقة مش قادر أفهم يعني إزاي نفكر في أنه نهاية الكاس يتلعب في نهاية شهر أغسطس وأندية مصرية طبعا مش الآهلي لأنه الآهلي تجاوزت دور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال لكن خليني أقولك على أجندة الشهرين اللي جايين كده إذا ما انتهت دوري في 17-8 هيكون فيه نهاية الكاس في 29-8 هيكون فيه بداية مشوار الأندية المصرية في بطولة أفريقيا بيرامة الزوحيدة هو اللي هيبتدي بدري شوية مفترض أنه هيلعب في دور التمهيدي الأول في نص شهر أغسطس بعد كده الأهلي والزمالك والمصري يبدأوا مشوارهم فيه منتصف شهر 9 بعد كده 27-9 عندك سوبر إفريقي بعد كده أول أسبوع من 10 عندك سوبر مصري يعني أجندة صعبة جدا 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 على كل أحوال خلينا نركز على ماتش ومودرن النهاردة عندك ماتشات 9 بعد ماتش زي ماتش حكم مودرن النهاردة هنفنش برضو البطولة مع مودرن عندنا في النص طبعا هيبقى فيه توقف بعيدا عن بطولة الدوري يوم الجمعة اللي جاية مباراة الأهلي مع الألمنيوم في الكاس وبعد كده مباراة أو الديربي أو القمة المصرية مرة تانية يوم 22 إن شاء الله هتكون بين الأهلي وبرامدس وبعدها مباراة صعبة يعني في أغلبها صعبة حتى وإن كانت مع فرق خلاص دخلت المنطقة الدافية زي ما بيسموها أو يعني ما فيش حاجة بتهددها لكن في النهاية الشوق قدام الأهلي مهم جدا مباراة بتنتظرها كل فرق الدوري بلا استثناء أين كان موقفها أين كان ترتبها أين كان موقعها في جدول الدوري عندك مقاولين عندك زاد عندك المصري كلها مطشط صعبة ومودرن في نهاية المشوار طيب على كل أحوال كلامنا النهاردة كله على مباراة مودرن مودرن بقيادة طلعت يوسف للي ما يعرفش ولي مش متابع قدم الحقيقة مستويات كويسة جدا كابتن طلعت الحقيقة عمل طفرة كبيرة جدا على مستوى النتاج والأرقام والأداء مع فريق مودرن اللي هو سبورت أو اللي كان فيوتشر وحاليا بيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب طول عمره مطشط الأهلي مع مودرن حقيقة مطشط قوية بتتسم بين الدية الفريق أو الفرق الوحيد بين الفريقين النهاردة ممكن يكون أنه مودرن الأهداء عصاب الأهلي هو اللي بيلعب على التلاث نقاط وده هيكون شعر الأهلي في كل المباراة القادمة حنروح مع حضراتكم يمكن الأقطات اللي شفتوها معانا في بداية السادسة النهاردة هي العطاة ما قبل المحاضرة الفنية الأخيرة من ميستر مارسل كولر اللي لعبتوا إن شاء الله قبل بداية المباراة اللي هتقام إن شاء الله في الساعة التاسعة مساء نفاصل ونستقبل ضيوفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر